اهلا بكم عزائي الطلبة والطلبات في درس جديد على قناة درس سهل جدا يعتبر احنا عندنا خلفية عن الاقوالي من السنة اللي فاتت يعني الدرس النهاردة انت ممكن تعتبره ريفيجن بس الانيقواليز هتليها فيها حاجات ايه افكار اكتر شوية طيب ايه اللي افرق السنة دي عن السنة اللي فاتت السنة دي الدومين بتاعي اللي انا شغال عليه is r السنة اللي فاتت كنا شغالين على z وكان اخري q السنة دي هنضيف الرنج بتاعنا r يعني انت لو جالك في السليوشن عندك مثلا root 7 السنة دي هنقبله معنا كحال لك ان السنة اللي فاتت انت لو جالك مثلا root 7 كنت تعتبر ان solution satisfy باعتبار ان root 7 is irrational يبقى السنة دي كل السليوشن زي معانا ما عدا root negative 1 او root اي حاجة negative root اي حاجة negative دي لابد بلونجس لكيو ولا بلونجس لكيو داش it doesn't belong to r at all مش مع الر يبقى اي حاجة هتطلع لي root negative هعتبر ان solution set باي هو ده الديفرنس الوحيد بتوين لسن السنة دي والسنة دي والسنة اللي فاتت طيب هنقوم مع بعضينا كده نشوف solving equations of the first degree in one variable in r هنلاجه مع بعضينا اللي خدناه السنة اللي فاتت يعني لو انت كنت ضعيف في الإكويشن والانيكواليتيز نركز معي من دلوقتي هنطلعي ايه نقولك كلام تاني طيب عايزين الاول نعرف كلمة first degree دي يعني الفاريابل اللي عندك الفاريابل اللي عندك اللي هو الاكس اهو او الواي او يعني كان الفاريابل الباور بتاعه is one ده معنى كلمة فاريابل طبعا one unknown unknown او variable ده بيار مزلمين للحاجة اللي انا عايز اجابها ليه الاكس او الواي او الواي او بي او اي 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 فاريابل عندي خبلك هو one unknown لازم يكون واحد بس اللي موجود يعني الاكويجن ما تلاقيش فيها y و x at the same time هتلاقيها mx بس y y بس اي m e or b طيبfahrenنا بالتصرف ازاي في المنظر ده انا عندي انا 2x minus 5 equal 3 دي اسمها اكويجن دي اسمها اكويجن عشان عندي العلامة بتاعت الاقواليتي عندي 2 sides عندي side b equal side عشان كده اسمناها اكويجنز وقولنا ان كلمة اكويجن جائة من كلمة اكويجن يعني مساواه ما بين طرفين طيب لما كنا بنتعامل مع كان عندي طرق طويلة وكان عندي مجموعة اختصارات أنا بعملها بتساعدني إن أنا أحل بسرعة هنشوف المسألة دي الطبيعة إحنا بنحلها إزاي طيب يكون عندك طرفين لازم اللي تعمله على طرف تعمله على الطرف التالي أنا عندي هنا 2x-5 أنا عايز أخلدي الـ x لوحدها وبالتالي لازم أشيل كل اللي معها طيب ما ينفعش إن أنا أشيل من طرف من غير ما أشيل من الطرف التاني يبقى حنقول إيه هنا في اللقطة دي أنا عندي هنا نيجاتيب 5 عايز أتخلص من نيجاتيب 5 طبعاً الطو دي معمول لها ملتبليكيشن مع الـ x يعني اللي متحررة معي إن أنا أخدها الأول وتخلص منها نيجاتيب 5 طب أعمل إيه علشان أتخلص من نيجاتيب 5 بتخلص منها بالإنفيرس أوبريشن يعني هي نيجاتيب 5 أزود 5 على الإيه على الترمي ده يبقى هنقول adding 5 2 both sides لأي قول 2 both sides دي يعني زي كفتين ميزان ما ينفعش أحط حاجة هنا إذا لما حط زيها الناحية التانية عشان يفضل الكفتين إيه زي بعض طب هيحصل إيه لما هادل 5 2 both sides هيحصل إيه هيبقى عندي هنا 2x minus 5 plus 5 هتإقوال عندي 3 plus A plus 5 هتلاقي إن النيجاتيب 5 راحت مع البوسط 5 يبقى لك 2x 3 plus 5 is A is 8 طيب أنا إيه اللي حصل بص بقى هنا في اللقطة دي تلاقي أن النيجاتيب 5 تشالت من الطرف اللي في A اللي في X يبقى نادي تتخلص منها طيب هبص عندي هنا لقي مين ألاقي 2 معمول لها multiplication مع X محتاجة أتخلص من 2 هتخلص من 2 إزاي بالإنفس دي معمول لها multiplication يبقى احنا نعمل division للإيه للإكويجنز كلها over 2 يبقى هنا dividing by 2 أو بعمل multiplication for 1 over 2 اللي الاتنين زي same dividing by 2 هو هو الملتبلاي for 1 over 2 طيب يبقى أنا عندي لما أعمل division يبقى أنا عندي هنا 2x divided 2 بتإكوى معي 8 divided 2 طيب 2 تروح مع 2 يعني X عندي هتإكوى كام هتإكوى 4 طيب بص هنا بقى كده اللي حصل اتخلصنا بالفعل من 2 طيب دي الطريقة دي مفهودة حل بيها لكن هل في طريقة مختصرة آه يعني الأصل في الحل هو الطريقة دي في طريقة هنحل بيها على طول بتبقى أسرع شوية لكن هي في الأصل هي هي نفس الكلام اللي هي ايه أنا لو قلت لك الأصل بتاعها 2x minus 5 equal 3 بنقول ايه أنا لو عندي حاجة هنا معمول ها addition أو subtraction بنودي ها الناحية التانية بال opposite sign يعني هيبقى 2x equal 3 هنا negative 5 تروح positive 5 يعني 2x equal كام equal 8 تعال بص للسطر ده كده وبص هنا كده هتلاقي ان ده هو هو بالضبط نفس ال ايه نفس ال لكن هنا اسهل شوية بدل ما بقاد هنا وبقاد الناحية التانية بنقول ناخد ضعط ونودي الناحية التانية هي ده الطريقة اللي هنمشي بيها وات بيش مشكلة خالص يعني دي مفيش مشكلة طيب تعال هنا بقى بنعمل ايه بنقول هنا معمول لها مع تروح الناحية التانية يعني تروح هنا في يعني يعني بتاكوال كام طب تعال بص للسطر ده هتليه هو هو ايه السطر ده بدل ما باخد دي ودي هالناحية التانية على طول لكن في الاصل ده اللي انا بعمله هو ده اللي بتعمل في الاصل لكن احنا لما غيرنا طريقة كلام ده هو هو ده بالظبط يبانا عندي انا الاسا هتاكوال كام هتاكوال فور طبعا وإحنا بنحل مع بعض ده هنحل ازاي هنحل بالطريقة دي لكن هو ده اللي بيحصل طبعا هنشوف مع بعض ده بعض الاسمبل بيقول find an R طبعا هو سهل انت ممكن تربريزنت انت ايه السيليوشن انا عندي هنا 3x plus 2 equal 1 انا عايز استخلص x من وسط ايه التوتر مزدول اعمل ايه الاول اتخلص من البوسط والنجاتف من plus وال minus البوسط 2 تروح للأثر ساين بالنجاتف ايه بالنجاتف ساين يعني تروح النحية الموجود وراحت عليه النجاتف 2 يعني 3x equal negative 1 يبقى معا مين 3 تروح بالدفجن ليه عشان معمولها ملتبليكيشن يبقى انا عندي X هتاكول معايا negative 1 over a over 3 يبقى solution set هاي equal معايا negative 1 over a over 3 نجي نشوف مثال 2 انا عندي root 3x minus 1 equal to نجي نبص لل two terms دول طبعا الاول هتعامل مع negative one اعمل f negative one يروح الناحية التانية بال positive one خد بالك ال number بتاعته على ال left يبقى انا عندي هنا root 3x ده اللي هيتبقى انا وديت ده الناحية التانية هي equal to وراح عليه positive one يبقى root 3x two plus one equal to three نبصى على root 3x ندقى ان root 3 معمول له multiplication في ال x يروح الناحية التانية بال division يبقى ال x عندي هتقل معايا 3 over root 3 وانا عارف ان 3 عبارة عن root 3 times mean root 3 ده يروح مع ده يبقى عندي هنا ال x عندي هتقل معايا كام يبقى لي root a root 3 يبقى then solution set ستقل معايا root 3 السنة اللي فاتت انا لم اكنتش بقى لتحل ده لما كان بيجيلي solution ده كنت بقالي s is a is phi طيب نجل لبعديها كذلك هتقل مع root 7 طب الصين بتاعتها ايه؟ الصين بتاعتها is negative لانها تبقى على left بتاعتها يبقى حياخد negative root 7 تروح الناحية التانية بال positive root 7 يبقى عندي 7x تبقى نهاية اللي بقت هنا هيبقى 6 root 7 plus root 7 6 root 7 plus root 7 يبقى كني بقى عمل plus لل 6 plus 1 اللي موجود هنا يديني 7 يبقى 7x حتقل 7 root 7 7 دي تروح هنا بال division يبقى ال x حتقل 7 root 7 divided a divided 7 يبقى انا عندي 7 حتروح مع 7 يبقى ال x حتقل root 7 يبقى زين ال s s بيقل معايا root a root 7 طيب اللي بعديها example 4 عندي ال x minus root 5 equal 1 يبقى هنتخلص من ايه من negative root 5 يروح الناحية التانية بال positive root 5 يبقى انا عندي هنا ال x حتقل هو لما يروح يبقى عندي هنا ال x طيب يروح قبل ولا بعد لا يروح بعد لان ال 1 كان already exist يبقى 1 plus root 5 طبعا ده بيبالونجس لمين بيبالونجس لq وده بيبالونجس لمين لq داش وما ينفعش اعمل addition وبالتالي هو ده final result يبقى زين ال ss هتاقل معايا 1 plus root a root 5 طيب نيما بعضين انا انتقل الجزء التاني اللي هو ال inequality بردك درسناها السنة اللي فاتت وقلنا كلمة inequality جاية من ان انا عندي طرفين ولكن الطرفين دول not equal وبالتالي شلت علامة inequality وطالما نقط equal اللي بيبقى فيه واحد greater than الثاني واستعوضت علامة equality بال symbol ده باعتبار ان انا هحدد من الصيد اللي هو greater than الصيد الثاني طيب انا عندي انا بيقول 2x less than 5 اشتغل ازاي في الاكواجنز بالزبط لقيت هنا حاجات معمول لها multiplication تروح ناحية التانية بال division طب الاصل في الموضوع ايه الاصل في الموضوع ان انا هعمل نفس الكلام هقول dividing both sides by ايه by 2 يبقى انا عندي هنا 2x divided 2 هتبقى less than 5 divided 2 يبقى x عندي less than 5 divided 2 يبقى اكني بالزبط ودد 2 من هنا راح فين ان حال تاني هستعمل دايما الطريقة دي ان انا لما اشوف حاجة هنا اودي انا اعطو بال division طيب لما بيطلع عندي x less than 5 over 2 هل solution set بتبقى group زي ال equation لا هنا solution set بتبقى interval يعني اما بقولك x less than 5 over 2 اللي هي 2 point 5 لما اجا اكتب solution set بقول ان s في هذه الحالة بتساوي هي 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 تروح لحد negative infinity يبقى من اول negative infinity لحد 5 over 2 انا عندي هنا less than ما فيش equal وبالتالي دي هتبقى open يعني اي number في interval دي يحقق لي equation يعني لو قلت لك 1 فعلا 1 less than 2 point 5 negative 1 اي حاجة في negative تحقق لي الكلام ده لما باجي مسالها عن number line ادي عندي هنا zero ادي هنا تقريبا هنا كده 5 over 2 هيبقى بعد 1 وال 2 اللي هو 2 point 5 باجي هنا انا عندي open باجي كده unshaded وباجي ساهم كده يبا هي الحتة عبارة عن range اللي هقدر انا اشتغل عليه اللي هي احقق لي الاي الان quality دي تعال نشوف example 2 بيقول find in r the solution set of each of the following inequalities انا عندي هنا 2x plus 6 less than 2 بالظبط زي ما عملنا في equations هنعمل في inequality عايز تحل وتكتب adding negative 6 to both sides لا مشكلة لو انت متمكن وعايز توضح اللي قدامك ان انت فاهم قوي لا مشكلة خالص نكتب adding negative 6 to both sides بس هنزول معك في الخطوات انا عندي 2x هي اللي هتبقى ما دي راحت خلاص هيبقى الزين 2 already exist من جهة عليها negative 6 يبقى 2x less than negative 4 لو هتخلص بالتو ازاي تروح هنا بالديفيجن يبقى x هتبقى الزين negative 4 divided 2 وبالتالي هيبقى x less than negative 2 طيب solution set تبقى interval انا اقول لك less than طالما less than يبقى على طول negative infinity لو x greater than تبقى على طول positive infinity هنا x less than يبقى على طول negative infinity انا عندي here equal ولا not equal لا x هنا not equal يبقى على طول open انا شايف هنا negative 2 و عندما نقوم نقوم البرزيجن على number line سيبقى من اول negative 2 1 negative infinity طيب نيجي هنا 5 minus 4 x less than or equal negative 3 اول معينك تلمح negative مع term اللي في x يعني term اللي في x is negative على طول تعمل في حسابك ان انت هتغير ال con strength ده دي كنا خدمة السنة اللي فاتت لما اجي اعمل division or multiplication negative لل both sides لازم اغير inequality sign هنا هنعمل اللقطة اللي هتجي فيها تودي negative for الناحية التانية تمعاكس ال sign يبقى انا دي اهم نقطة في درس inequality الغلطة الوحيد قال لي في lesson ده ان انت بتنس تغير inequality sign نعمل ازاي اودي 5 الناحية التانية التانية تروح الناحية التانية تروح ب negative 5 قبل negative 3 ولا بعد ها لان negative 3 تروح هي بعد ها طب لما شيل انا 5 من هنا يبقى لي مين يبقى عندي في الطرف ده يبقى عندي negative 4 x الصين بتاعتي تنزل زي ما هي let's or equal هنا في negative 3 جت لها مين جت لها negative 5 يبقى negative 4 x let's negative 8 في اللقطة دي انا هتعامل مع negative quantity موجودة جنب ال x هواديها الناحية التانية لما تجي تروح الناحية التانية وانت نازل بال inequality sign لازم تغيرها يعني ال x هنا هت equal معي negative 8 over negative 4 يعني x is greater than or equal to two يبقى اللقطة اللي هنا اللي تاخد بالك منها وانت بتحرر x من negative 4 تعكست لل inequality sign طيب يبقى انا عندي هنا x greater than two يبقى انت على طول معاك في solution set معاك positive infinity وبتكتب طبعا على الرأي لان احنا بكتب interval بكتب smaller عندي في الاول طب هنا بقول or equal يبقى وانت مين وتحط البوين ready يعني عندي solution set هتبقى من اول two لحد positive infinity اي حتة اي number عندي في الرنج ده بيحقق لك the inequality نجل اللي بعدها بقول find the in r solution set of the following inequalities the inequality we call it why bounded عشان محصورة ما بين two sides the unbound يعني مفتوحة يعني من اول two مش الحقق the infinity اي number عندك بيحقق لك inequality لكن في مسائل unbounded inequality بتلاقي عندك two con strains add con strain and strain يعني ده شرط وده اي وده شرط بعمل اي هنا نفس اللي كنت بعمله برضك في الجزء الاولاني المفروض بتتحل بقول adding positive one ليه انا شايف هنا negative one يبقى حط هنا positive one two all sides يبقى انا عندي negative three plus one للزين two x minus one plus one للزين or equal five plus mean plus one يبقى انا زودت هنا plus one وهنا plus one وهنا plus one يحصل ايه ده يروح مع ده يبقى معي two x للزين negative two للزين or equal كام six اتخلص ازاي من two اقول multiply او dividing by two for all sides يبقى انا عندي هنا two x divided two greater than negative two divided two less than or equal six divided two يبقى انا عندي هنا x greater than negative one less than mean less than three طبعا احنا هنشتغل كده لا احنا هنشتغل اسرع شوية هنشتغل اسرع اسرع ازاي هنعملها كده لو انا عندي مثلا هي negative three negative three negative three negative three negative three two x minus one negative five هاخد هنا negative one هواديه هنا positive one وبرضا هواديه هنا فين positive one يروح هنا وهنا يبقى عندي هنا ايه يبقى عندي هنا ايه two x less than or equal الفايف كانت موجودة راح عليها مين positive one less than greater than negative three كانت موجودة يروح عليها مين يروح عليها plus a plus one يبقى انا عندي هنا negative two less than two x less than or equal al six طب التوقع عمل فيها ايه تروح هنا بالdivision وتروح هنا فين بالdivision يعني هتبقى x greater than negative two divided two وللزان six divided two يعني x greater than negative one وللزان مين وللزان three ويبقى هنا عندي بقى solution set عندي هنا تبقى bounded يعني انا عندي الاثنين is opened طب مين اللي negative one يبقى من negative one لحد مين لحد three طيب نجي نشوف انا ازل اكزامل تاخد بالك ان الترم بتاع الاكس فيه ايه في negative يعني انت عينك اول ما بتلقت ال inequality اول ما تلاقي negative اعرف ان انت وانت نزل تحت هتعكس الاثنين دول طيب three دي الصين بتاعتها positive ولا negative لا الصين positive ما تقوليش ان الصين اهيه لا ال negative دي تخص five x الصين بتاعت three موجودة جنبها على left اللي هي positive three طيب تروح هنا ب negative three وتروح هنا ب negative three يبقى انا عندي يبقى لي هنا مين يبقى لي negative five x هتبقى ليه الزين السيرتين وجات لها negative three greater than كان موجود السيري وجالها مين negative three طيب يبقى انا عندي negative five x هتبقى ليه زين سيرتين minus three is ten هيبقى greater than three minus three is zero طب عندي negative five اه انا ابتدت اهو اتعامل مع negative quantity اللي موجود مع ال x يبقى قبل ما اشتغل تعمل لي كده تعكست اللي اتنين دول عشان ما تنسهمش يبقى هيبقى عندي هنا ال x لانا هاوديها هنا بال وحتروح هنا بال يبقى عندي هنا ten divided negative five وانا كان عندي zero divided negative five يبقى اول ما تعامل مع negative quantity اعكس لل sin وما تنساش يبقى عندي هنا الفاينال انصر بتاعت ال x هتبقى greater than ten over negative five negative two zero over negative five is zero يبقى الس كالقاتي اللي اتنين عندي not equal يبقى دي open ودي ايه ودي open من الصغير negative two يبقى negative two يتحط على left و zero اكزامبل four بيقول لي find in r ال s of the following inequalities عندي هنا x minus two is greater than or equal three x minus five المختلف عندي هنا المختلف عندي هنا اننا عندي x في both sides اه خد بالك x دائما بتحب left hand side يبقى انت المفروض تجيب d هنا انا بحاول امشيك بطريقة sistematic بس هو الافضل في المسألة دي ان انا اجيب d هنا لان ال x لما هتروح هنا ب negative x يبقى عندي two x minus x by two x اصبحت positive quantity مش حتطر رعكس sign لكن معلش هنمشيها sistematic بس عشان في ممكن استوانت وتتلغبط لأ انتهت لي x في left hand side يبقى انا عندي هنا x minus two جال يمين 3x جال negative 3x تروح بال opposite sign يبقى عندي هنا minus 3x هيبقى greater equal negative five x minus 3x negative two x minus two greater equal negative five negative two نوديها الناحية الثانية بال positive two يبقى negative two x is greater than or equal negative five plus two يعني negative two x is greater than or equal negative three اجا بص هنا انا هتعامل دلوقتي مع negative quantity يبقى على طول تغير لي دي كده وده يروح بال division يبقى x is less than negative three over negative two يعني x ستبقى less than or equal three over two وبالتالي الس s سيقوم اقول لك less than يبقى عطول تقول لي negative infinity وهنا three over two هنا عندي or equal ستبقى closed او في المسائل مثل دائما تجعل x في left hand side لو انت متمكن وحاسس ان انت مش هتتلغبط لا انا اودي x الصغيرة لل x الكبيرة عشان يبقى assign a is positive نحن 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 افكار افكار مهمة جدا ان انت بتلاقي المسائلة وعندك x في الطرفين تتعمل المسائلة ازاي اولا هتلاحظ الاتي لازم في كل المسائل دي هتلاقي ان x اللي جاي لك هنا زي x اللي جاي لك بالضبط مفيش فيها اختلاف يعني ما ينفحش اضع لك x و x مش لفت اشتغل المسائلة دي هنا لازم ارجع لأصل الحل اللي هو انا انا عايز اتخلص من x دي والx دي يبقى حول هنا اضع x to all sides اه هنا مش ينفح اقول لك بقى خد x من هنا وده لي هنا وده لي هنا لا هنا هزم ترجع لأصل للحل بتاع الاني والتو اللي هو او السبتراكشن from all sides at the same time او كذلك الملتوبكشن والدفجن يبقى هنقول adding negative x to all sides يبقى عندي هنا x minus 1 هقاد negative x للزان 3x minus 3 هقاد مين هقاد negative x للزان or equal x plus 5 هقاد مين negative x يبقى الx هتروح مع negative x والx هتروح مع negative x تلاقي هنا بقالك negative 1 للزان 3x minus x 2x minus 3 للزان اتخلصت من من الزان اللي موجودة في الطرفين بس لازم اكتب الزان ترجع معي الاني 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 فيها x في النص اشتغل ازاي ازاي تروح لي هنا بال positive 3 وتروح لي هنا بال positive 3 يبقى اما تروح هنا وهنا تتشال من هنا يبقى هنا 2x less than or equal هنا 5 plus 3 وعندي هنا negative 1 كان قلوا مين قلوا positive 3 يبقى عندي هنا 2x less than or equal 8 greater than negative 1 plus 3 is positive 2 كذلك 2 دا اوديها هنا بال division وهنا بال division يبقى x less than equal 8 divided 2 greater than 2 divided 2 يعني x greater than 1 less than equal 4 يعني الس عندي equal greater than عندي هنا open وعندي 4 closed والذن 4 طيب تعال نشوف مسألة كمان يقول لي find each of the following هنا عندي 5x plus 4 انا عايز احرر x من وسط الكلام دا نتعامل مع post 4 الاول يروح هنا negative 4 وكذلك هنا negative 4 يبقى لي 5x هيبقى 9 minus 4 و greater than negative 60 minus 4 يبقى 5x greater than negative 20 و less than equal 5 هتقول لي ما فيه negative هنا لا ما ليش دعو بالnegative ده انا لو فيه negative مع x هو ده اللي بحكس على sign لكن هنا مش احكس خالص عشان هنا عندي دي بصدر تروح هنا بال division وتروح هنا بال division يبقى x less than equal five over five greater than negative over five يبقى x greater than negative four less than مين less than one يبقى الاس اس عندي هنا حتى equal greater than negative four يبقى كده less than one يبقى ايه كده واللتنين ده عشان ما فيش عندي inequality side طيب نجي اللي بعديها عندي x في all sides تلاحظ الاتي دي هنا عندك positive two وعندك هنا positive two لازم دي قدي دي بالظلط نعمل ايه نقول adding negative two x two all sides يب two x plus one ازود هنا negative two x greater than four x minus three ازود هنا negative two x greater than two x minus eleven وزود negative two a x تلاحظ ان negative two x هتروح مع two x وكذلك هنا هتروح مع هنا يبقى لك هنا عندك one هيبقى هنا greater than هيبقى عندي هنا four x minus two x minus three greater than negative eleven تتحقق معك لسان بال quality نعمل نفس الخطوات دي تروح هنا كده بال positive three وكذلك تروح هنا بال a بال positive three يبقى عندي هنا one plus three here greater than two x ودي greater than a negative eleven plus three يبقى two x greater than negative eleven plus three negative eight وليس than 4 نودي two بال division هنا وهنا يبقى عندي x greater than negative eight over two وليس than four over two يعني x greater than negative four وليس than two وبالتالي السليوشن سات عندي حد equal greater than negative four تبقى كده less than two تبقى ايه كده واللي ايه واللي ايه واللي اوبند تعالوا مع بعضين هنشوف بعض السليكتد اكسرسيز على لسون تان اول حاجة بقول لي find the solution set of the following equations in art هنتدرج من الحاجات البسيطة جدا الحاجات ال ايه الاصعب شوية طبعا دي very very simple انت عايز استخلص الاكس من الاكس ده هنا الاكس معمولة عليها adding five يبقى هاخد البوسط five دي تروح الناحية التانية بال ايه بال negative ايه بال negative five يبقى عندي الاكس على طول هت equal zero minus five يعني الاكس عندي هت equal negative five وبالتالي solution set هت equal معي negative five طيب هنا اصبح شوية complicated بقى فيه مع ال اكس وفي addition تخلص الاول من البوسط six تروح الناحية التانية بال negative six وطبعا فهمنا يعني ايه احنا فهمنا ان احنا المفروض بنعمل adding negative six to both sides negative six تتcansell البوسط six وتبقى الناحية التانية فبيبقى اكينك وددي الناحية الثانية الحل ده accepted فيش مشاكل خالص يبقى انا عندي ال five x هت equal ال one كان already exist جتله negative six يبقى ال five x هت equal negative five هوادي بال division يبقى ال x عندي negative five divided five six ستقوم معي negative one طبعا احنا كنا قلنا من الدرس السنة اللي فاتت ما تحط ليش في مسائل equations to equality sign في نفس الصائد يعني ما تجيش هتقول equal negative one لا معلش اعملها في ايه سطر جديد يعني السطر يروح من سطر للسطر يعني ما لقاش مثلا جايلي هنا one minus six تقول لي equal negative اخذ البوست four تروح الناحية التانية negative four يبانا عندي two x ستقوم مع three minus four three minus four negative one يبانا عندي two x ستقوم negative one اعملها في خطوة جديدة طب two تروح فين تروح هنا بالdivision ليه بالdivision عشان معمول لها multiplication مستر طب لو لقيتها مثلا fraction مثلا two over three يروح الناحية الثانية بالreciبروكل يعني يروح three over two طبعا الكلام لقيتها الناس يبانا عندي هنا x عندي حت equal negative one over two يبقى solution set على طول حت equal معي negative one over two نيجي لبروبلم four عندي 2x minus three negative three تروح هناك بالbositive three يبانا عندي لما تروح الناحية الثانية يبقى هنا two x يبقى هنا four plus a three هقول ثاني ما تجيش تقول لي here equal seven ما تحط ليش two equal seven في نفس السطر يبقى two x equal seven two دي معمول لها multiple location في x تروح هنا بالdivision يبقى x عندي equal seven over a over two يبقى solution set عندي المسألة دي زي ما انت شايف عندي absolute value انا عارف ان absolute value يبقى دايما positive value يبقى نكتب المسألة ثاني يبقى four x minus one equal positive two absolute value دايما يديك positive quantity حتى لو كان جوا ها negative طب negative one يروح لهنا positive one يبقى four x equal two plus one ثاني ما تجيش هنا تقول equal three كلام ده غلط يبقى four x equal three يعني x equal معايا three over four يبقى solution set equal three over four طيب نيجي هنا كذلك negative one روح هنا positive one يبقى root five x equal four plus one يعني root five x equal five root five يجيش بالdivision يبقى x عندي equal five over root five وانا عارف ان five عبارة عن root five times root a five يعني ده كده يتكنسل مع واحد منهم يبقى x عندي equal root five يعني s s equal معايا root five seven بيقول لي x minus one equal root three negative one تروح هنا positive one يبقى عندي هنا x equal root three وقالها one هنا ما تعملاش على calculator تسبها كده اولا ده rational وده rational ما ينفعش عمل لهم addition وبالتالي ده final result بتاعت يبقى انا عندي solution set على طول حت equal root three plus one طيب نيجي هنا اكتبها تاني عشان في عندي absolute value يبقى minus root six x equal eight طيب two that الصين بتاعتها ايه ما تجيش تقول الصين بتاعتها لا الصين دايما على left يعني الصين هنا اللي موجودة ايه طرح مش مكتوبة اما انت عندك الصين positive يبقى two تروح الناحية التانية بنigative two يبقى عندي هنا negative root six x equal eight minus two يبقى negative root six x equal six طيب عن divide على negative root six يبقى x عندي equal six divided negative root a root a 6 يروح مع ده يديني root a root 6 يبقى x عندي equal معي negative root al 6 يبقى s equal negative root al 6 طب نيجي هنا كذلك ده كده كله اودي النحية التانية بال negative يبقى انا عندي x حت equal 3 minus 2 root a root c ما درش عم فيه حاجتين يبقى s equal 3 minus 2 root a root c طيب نجي اللي بعد كده بيقول choose the correct answer from those given الفجر اللي انت شايفه ده represents the solution of a اول انت شايف رايح للا رايح لل infinite ترى ما رايح لل infinite يبقى greater than دي اول يبقى هاتفقنا اننا لازم يكون معي sign greater than هل عندي this or unshaded لا this unshaded يبقى مش هلاقي فيها equal sign يعني مش هتلاقي هكذا هلاقي هكذا هستبعد هذا وهستبعد مين وهستبعد هذا هل هنا x greater than ولا than رايح لل infinite يبقى greater than يبقى ما ينفع شايف دي سأخد مين هاخد دي طب الفيجر اللي انت هشايف ده يعني x greater than negative 6 و less than or equal 6 يبقى greater than negative 6 اللي هي طبعا هستبعد دي وهستبعد دي يبقى greater than negative x اللي هي دي صح ودي صح نجي نبص على النحية التانية دي هنا and less than or equal يبقى هستبعد دي وحاخد مين وحاخد دي وهو ده solution طيب لو x عندي يبقى زن x ايه طبعا انت شايف هنا بصد يبقى لازم يكون greater than يبقى هاخد دي او ايه او دي يبقى دي هستبعد ها ودي هستبعد ها لان هي رح الحد يبقى اكيد greater than طب نبص لل سري السري عندي هان is opened يبقى هستبعد دي وهاخد مين وهو ده solution طيب اللي بعدها solution set of inequality x greater than 7 greater than يبقى على طول استبعد اي حاجة فيها negative يبقى هاخد دي او دي او ايه او انا عندي negative 7 استبعد دي يبقى انا حشوف دي وحشوف مين وحشوف دي طب greater than هاختار دي عشان عندها ايه 7 opened ممكن حاجة تانية ممكن تحل يعني ما تبص هنا خالص عندي x greater than 7 greater than 7 يبقى هاختار infinity طب وال7 معايا هاي والإنفنيتي كده ويقول لي هنا greater than ما قال ايكوال اللي بها عمل كده وابص على دي فان ادور عليه طيب هنا عندي bounded inequality ايكس greater than negative one نحله يبقى دي negative one والإنفني 5 ال5 هنا equal تبقى نبص هنا مين موجود عندي هنا اللي هي دي طيب كذلك بص هنا بقى هنا جايب لك مين negative x يبقى المفروض negative x greater than 3 تحولها x يبقى تتخلص من negative quantity يبقى دي لازم اعكس تبقى كده يعني x less than negative a negative 3 مفيش مانع توضح وتعمل لي مثلا هنا times negative one طيب x less than يبقى هاختار negative infinity على طول لازم تكون negative infinity involved في الحل بتاعي يبقى ده ما ينفع وده ما ينفع طيب negative 3 وضع هنا جايبلك 3 وهو ده ايه السلوشن اكسرسيز 3 بيقول لي find the solution set of each of the following inequalities in r in the form of an interval then represent the solution علي عن number line عندي 2x greater than 6 زي equation 2 تروح هنا بالdivision يبقى x greater than 6 divided 2 يعني x greater than mean 3 يبقى عندي solution set بقول greater than يعني رح infinity بتعملي كده وعندي 3 وعندي here is opened عشان ما فيش عندي or equal طب نيجي نعمل ربسيش عن number line ادي number line اهو لو ادي 0 يبقى كده هنا دي 3 هنا is opened وبقى كده رايح لحد فين رايح لحد infinity طيب هنا negative 7x انا هنا وانا داخل بعيني شايف negative quantity مع x يبقى انا مستعد اننا اللقطة بتاعتي الجاية هغير الانيقوالة sign يبقى هنا x less than negative 14 over negative 7 يعني x less than or equal cam 2 يبقى solution set هي equal less than يبقى عندي negative infinity وعندي 2 2 closed لما اجعل لها البرتش عن number line لو ده 0 هنا هي 2 2 دي تبقى shaded واروح لحد من negative infinity طيب اللي بعدي انا عندي هنا positive 3 يروح هنا negative 3 يبقى عندي هنا x less than or equal 5 minus 3 يبقى x less than or equal cam 2 يبقى solution set bit equal انا بقول لك less than تحط negative infinity على طول وال 2 عندي هنا is closed علشان عندي here equal number line طبعا سهلة جدا ادي عندي zero دايما نحدد zero على number line نجي هنا edit two كده وراح لل negative infinity طيب هنا بتبص على الاكسبريشن ملاحظ ان في عندي negative quantity مع x خلاص انا كده مستعد ان انا هغير الكون strength ده لقطة من اللقطات طب انا عندي هنا one positive quantity يروح هنا negative يعني عندي negative 5 x less than 6 minus 1 يبقى negative 5 x less than 5 هوادي من negative 5 في الناحية التانية هتودي negative يبقى تعكس لل sign يعني x greater than مين greater than negative 1 يبقى solution set حت اكوى بولا greater than يبقى تعمل لي infinity على طول ودي negative 1 اوبن طبعا النمبر line ادي لو هو ده zero يبقى ده negative 1 اجي هنا اوبند واروح لحد مين لحد ال infinite اللي بعدي البوزتيف 1 اود الناحية التانية بال negative 1 يبقى يبقى عندي 1 over 2 x less than equal 2 minus 1 يعني 1 over 2 x هيبقى less than equal 1 هنا عندي fraction fraction يروح بالريسيبروكل بتاعه يعني x هيبقى less than 1 times 2 over 1 يعني 2 over 1 لا 2 يبقى 1 times 2 equal 2 يبقى x less than or equal كام less than or equal 2 يبقى solution set بتاقوى معي انا بقولك less than or equal less than يبقى عندي negative infinity و 2 عندي ايه is closed عشان عندي or equal طيب نيجي هنا بعنيك انا شايف negative quantity مع x وانا داخل على المسألة يبقى انا مستعد ان انا اغير الكون strain ده في لقطة وانا نازل طيب 3 بتاعتها is positive تروح هنا negative يبقى negative 2x less than equal 7 minus 3 يبقى negative 2x less than equal 4 negative 2 يبقى اتعامل مع negative quantity اغير من الكون يبقى x greater than or equal 4 over negative 2 يبقى x greater than or equal negative 2 يبقى solution سيت عندي انا بقول greater than يبقى طول تعمل الانفينيتي و negative 2 or equal يبقى closed exercise 4 هنا مديني bounded inequalities is type positive 2 تروح هنا negative 2 وتروح هنا negative 2 يبقى لما اخد positive 2 من هنا يبقى لي من يبقى لل x سيت greater than 3 وجت لها negative 2 less than or equal 6 وجت لها negative 2 يبقى x greater than 3 minus 2 is 1 6 minus 2 is 4 يبقى solution set عندي equal ال 1 عندي opened الفورة عندي closed طيب نيجي هنا plus 3 تروح هنا negative 3 وتروح هنا negative 3 يبقى x هيبقى greater than negative 5 كت موجودة وجت عليها negative 3 9 كت موجودة ورح طلها negative 3 يبقى x greater than negative 5 minus 3 negative 8 9 minus 3 6 يبقى solution set equal greater than negative 8 and L6 اللي بعدها وأنا داخل عين رايحة على المسألة ملاحظ ان في negative مع x يبقى أنا مستعد ان انا غير الكون strength دون انا شغال طب هنا هعمل ايه هقول times negative 1 دي لازم تتغير تبقى نيعكسها للنحية التانية وكذلك تتعكس للنحية التانية يبقى x تنزل ودي negative 3 times negative 1 هغير الصيم تبقى على طول 3 ودي غير الصيم تبقى 3 يبقى solution ستة عندي هي equal الآتي greater than negative 3 و equal 3 3 طب هنا كذلك وانا داخل على ملاحظ ان x الصيم بتات as negative يبقى لازم استعد ان انا هغير الكلون في لقطة من لقطات 5 تروح هنا كذلك هنا من 5 يبقى انا عندي 1 minus 5 لزة negative x لان ودي 5 يبقى تقول لي ان المين دي الصين بتاعة 5 لا احنا اتفقنا ان الصين بتاعة اي حاجة علفت من ها يبقى لي الزين 3 minus 5 يبقى عندي negative x greater than negative 4 و less equal negative 2 هتعامل مع negative يبقى نكتب هنا times negative 1 يبقى نعكس دي النحية التانية ونعكس دي كده وتنزل هنا x غير الصين بتاعة 2 غير الصين هنا تبقى اللي بعدي جايب الكيوب root لل negative 8 و square root لل 9 نفك دول الاول الكيوب root لل negative 2 هيبقى x plus 1 3 اشتغل يروح هنا negative 1 ويروح هنا negative 1 يبقى x عندي greater than equal negative 2 minus 1 و less than equal 3 minus 1 يبقى x greater than negative 3 3 less than equal 2 يعني s عندي equal الات negative 3 2 واللي اتنين closed علشان or equal نيجي هنا بعيني شايف negative مع x يبقى مستعد ان انا غير a الكنيستي وانا نازل نفك 9 يبقى عندي هنا 5 less than 3 minus x less than equal 9 3 تروح هنا negative 3 وتروح هنا negative 3 يبقى 5 minus 3 less than negative x ما 3 مش تخلاص less than or equal 9 minus 3 3 يبقى negative x greater than عندي 5 minus 3 is 2 less than or equal 9 minus 3 is l6 عندي negative quantity مع x يبقى multiply by negative 1 وغاية الكنيسترين ده للنحية التانية وده للنحية التانية يبقى negative 2 عندي x وعندي negative l6 يبقى solution set عندي هت equal معي هنا greater than negative 6 وعندي closed يبقى negative 6 وكم وnegative 2 نيجي اللي بعد كده عندي absolute value يبقى هيدين 3 هنا 2 x minus 1 للزان ال 5 negative 1 يروح هنا positive 1 ويروح هنا positive 1 يبقى معي 2 x هيبقى greater than 3 plus 1 للزان 5 plus 1 3 plus 1 is 4 هيبقى 2 x less than 6 طب 2 اعمل لها ايه اعمل لها division هنا وهنا يبقى عندي هنا x هيبقى less than 6 divided 2 greater than 4 divided 2 يبقى x is less than 3 greater than 2 يبقى solution set هتاقوى معي 2 كام والس لو هنا اجيب solution set في z بقى لاني ما فيش حاجة between 3 وال 2 3 فين في z طب نيجي هنا ده موجود عندي تحت فين في denominator يبقى المفروض نطلعه هنا فوق بال multiplication وهنا بال multiplication يبقى 0 times 3 less than or equal negative 2 x plus 6 لم وانا ما بعمل multiply 3 في كل ده هيحصل مع 3 ديت ويبقى عندي هنا 4 times 3 طيب 0 times 3 is 0 هيبقى 2x plus mean 6 هيبقى 12 تحولت simple bounded inequality positive 6 تروح هنا negative 6 وتروح هنا negative 6 يبقى عندي negative 2x هيبقى greater than or equal 0 minus 6 ولزان 12 minus 6 يبقى negative 2x greater than or equal negative 6 ولزان 12 minus 6 is 6 حاجة اتعامل مع negative quantity يبقى لازم اغير inequality signs هدفايد negative 2 هنا يبقى x وهنا يبقى 6 divided negative 2 وعندي هنا negative 6 divided negative 2 negative 6 divided negative 2 3 6 divided negative 2 يديني ايه يديني negative 3 يبقى solution 6 عندي هتاقوال معايا negative 3 وكام و3 exercise 5 هنا عندي x في both sides يبقى الافضل اخليها في left hand side او اودي ال x الصغير ال x الكبير انا عندي هنا 2x تروح هنا negative 2x يبقى هنا 5x minus 3 negative 2x دي كده اودي هنا negative 2x يبقى عندي هنا ايه يبقى عندي 9 5x minus 2x 3x minus 3 هتبقى لزان 9 دي تروح هنا بالبوز يبقى 3x هتبقى لزان 9 plus 3 يعني 3x هتبقى لزان كام لزان 12 ادفايد over 3 يبقى x لزان ايه لزان الفور يبقى solution set لزان يبقى negative infinity وال ايه وال فور طب نيجي هنا negative x و negative 2x هتلي دي كده هتهلي هنا بالبوز 2x يبقى انا عندي 1 minus x plus 2x negative 3 negative x plus 2x يديني x يبقى 1 plus x greater than negative a 3 1 يروح الناحية التانية negative 1 يبقى معي x تبقى greater than negative 3 minus 1 يعني x greater than negative 4 يبقى solution set equal انا بقول greater than تقول infinity على طول و عندي negative 4 عندي is closed انا زي ما انت شايف لو عندك x في كل الاطراف لازم تبقى دي زي دي بالضبط وفي الحالة دي بقى هنا وهنا بقول adding negative x to all sides يبقى انا عندي هنا negative x plus x plus 3 greater than or equal 2 x minus x greater x minus 2 minus x دي تروح مع d و دي كده تروح مع دي كده يبقى عندي هنا 3 2x minus x is x ويبقى عندي هنا negative a negative 2 يبقى solution set هي equal معايا من negative 2 لحد a لحد 3 كذلك هنا بص بعينك تلاقي negative x و negative x هي يبقى اعمل adding لل inverse بتاعها يبقى x to all sides طيب لما هقدي x هنا يبقى negative x plus x plus x plus x plus x plus x plus x دي تروح معادي ودي تروح معادي خد بالك دي تروح معادي يعني يبقى لك zero ان انا هنا ده plus ده مش multiplication ما اعملش simplification لأ انا بقى هيبقى لزان 2x لزان a 4 ادفايد over 2 هنا وهنا يبقى x عندي هيبقى greater than 0 over 2 ولزان 4 over 2 يبقى x greater than 0 ولزان 2 يبقى s عندي هي equal من 0 لحد 2 لحد 2 طيب نجي اللي بعد بص بعينك تلاقي 4x في الطرف ده و4x في الطرف ده لازم تتظبط كده اي حاجة غير كده مش هينفع تتحل ومش حاجي لكل كده يبقى انا هعمل ايه هقول adding negative 4x to all sides يبقى انا عندي 4x minus 4x ما اعملت adding negative 4x less than or equal 5x plus 2 minus 4x less than 4x plus 3 minus 4a x دي تروح مع دي ودي تروح مع دي يبقى هنا zero less than or equal 5x minus 4x بx هيبقى x plus 2 less than يبقى عندي هنا ايه 3 بقى كده البوسط 2 تيجي هنا negative 2 وتروح هنا بايه negative 2 يبقى zero minus 2 less than or equal يبقى عندي هنا x هيبقى less than 3 minus a 2 يبقى x greater than or equal negative 2 و less than mean و less than 1 يبقى solution 6 عندي هي equal الات negative 2 a 1 وال1 عندي a is opened وال negative 2 is closed طب كذلك هنا تلاقي x هو هنا وهنا يبقى adding negative x يبقى انا عندي x minus 1 minus x less than 3 x minus 1 minus x less than equal x plus 1 minus x دي تروح معدي ودي كده تروح معدي كده يبقى عندي negative 1 less than 3 x minus x 2 x minus 1 less than equal عندي هنا يبقى 1 طيب negative 1 يروح هنا positive 1 ويروح هنا positive 1 يبقى negative 1 plus 1 less than 2 x less than equal 1 plus 1 negative 1 plus 1 0 هيبقى less than 2 x less than equal 2 ده يروح بالdivision هنا وهنا يبقى x greater 0 divided 2 is 0 2 divided 2 is a is 1 وبالتالي solution set عندي هي equal الات 0 a 1 طيب نيجي هنا بص بعينك تلاقي 2x هنا و2x هنا يبقى هت add negative 2x يبقى يبقى انا عندي 2 plus 2x minus 2x less than equal 3x plus 3 minus 2x less than 5 plus 2x minus 2x دي تروح معادي ودي تروح معادي يبقى عندي هنا 2 less than equal 3x minus 2x plus 3 less than equal 5 less than equal 5 نوديها هنا negative 3 نوديها هنا negative 3 يبقى عندي هنا x يبقى greater than equal 2 minus 3 less than 5 minus 3 يبقى x greater than equal negative 1 less than 2 يبقى solution 6 عندي حت equal negative 1 وك 2 طيب نيجي هنا المساء دي بقى تبقى مسألة مهمة جدا لان انت عندك هتلاقي عندك x وحتلاقي عندك 3x هتقاد 3x ولا هتقاد x تبص بعينك تلاقي في عندك عملية division موجودة هنا وهنا اول حاجة عاملها في المسألة دي ملتبلاي باي لكل من الاي ال 6 وال 2 مين الاي مين ال طبعا واضح انه هتبقى كل من ال 6 وال 2 واضح ان هي ال 6 يبقى هنقول كده ملتبلاي all sides باي ال 6 لما ملتبلاي ال 6 تروح مع ال 6 اللي تحت نعملها في خطوة تانية يبقى انا عندي هنا ال 6 اهي عندي هنا ال 3x مين ال 4 وعندي هنا ال 6 لزان 6 times x plus ال 1 عندي لزان ال 6 مع ملتبليكيشن x plus 3 divided ال 2 دي كده تروح مع دي كده دي كده يتعملها سمبلفكيشن مع ال 6 يبقى لي كام 3 يبقى انا عندي هنا 3x مين ال 4 لزان 6x plus ال 6 عملا دي دخلتها هنا ودخلتها هنا هيبقى لزان هنا بقى اعمل distribution ال 3 هنا وهنا يبقى 3x plus مين ال 9 يبقى اول ما تعمل ملتبليكيشن في ال lcm هتلاقيها زبطت معاك ادي ال 3x ودي ال 3x وبالتالي اعمل adding ل negative 3x for all sides يبقى انا عندي هنا يبقى 3x minus 4 minus 3x لزان 6x plus 6 minus 3x لزان 3x plus 9 minus 3x دي تروح معادي ودي عندي تروح معادي كده يبقى عندي negative 4 less than 6x minus 3x plus 6 وعندي less than 9 معالش هكملها هنا يبقى عندي هوادي 6 هنا وهنا بال negative يبقى 3x greater than negative 4 minus 6 less than 9 minus 6 يبقى عندي هنا negative 10 less than 3x ولزان عندي هنا 3 هدفايد over 3 for all sides يبقى عندي negative 10 over 3 less than x less than mean less than 1 يبقى solution set عندي من negative 2 over 3 لحد 1 exercise 7 يقول complete the following x minus 3 greater than zero than x equal 1 طبعا هنودي negative 3 الناحية بال positive 0 plus 3 معنى كده أن x greater than or equal a 3 5 x less than 15 5 ستذهب x less than 15 divided 5 يعني x less than 3 1 minus x greater than 4 واضح ان هذه negative ستتحول لكده 1 نذهب الناحية 4 minus 1 is 3 negative x greater than 3 x less than negative 3 x less than negative a negative 3 هنا negative 2 x less than or equal 3 ستعامل مع negative quantity ستتحول للنحية الثانية ويبقى x عندي greater than 3 over negative a negative 2 يبقى here greater than or equal 3 over negative 2 نجي هنا root 2 x less than or equal 4 يبقى x عبارة عن a x less than or equal 4 over root 2 4 times 2 root 2 times root 2 x less than or equal to root 2 2 x greater than 4 less than 8 سن divide over 2 x less than 8 over 2 greater than 4 over 2 2 يبقى انا عندي المفروض ان x هيبقى greater than 2 and less than a and less than 4 يبقى solution set ستاقل معايا 2 and 4 60 معايا 2 0 x and less than 5 and 4 x and less than equal to y zero يبقى على طول هنا x 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 يبقى انا عندي الاكس تبقى 2 اكس النجاتف سري تبقى نجاتف سيكس والسري تبقى ايه؟ تبقى سيكس يبقى 2 اكس تبقى نجاتف سيكس والنجاتف سيكس والنجاتف سيكس اكسرسيز 8 اتشوز the correct answer from those given number 1 the solution set of the inequality x plus 3 يبقى البوسط في سري هتروح هنا بنجاتف يبقى الاكس is less than 3 minus 3 يعني الاكس less than 0 less than من اول النجاتف لحد الا لحد الزيرو اللي هي دي الاكسرسيز 5 تروح هنا ببوسط في 5 يعني الاكس عندي greater than minus 1 plus 5 و less than 1 plus 5 يعني الاكس هتبقى greater than 4 و less than ال건 Il6 يعني اول rumah libris یعني الاكس زان الفائد يبقى الجاتف اللي هي دي اظهرها ازاي اعمل ادنج لسري الاول لا اعمل ملتبلاي لتول اول انها لو عملت ادنج لسري وعملت ملتبلاي كيشن باي تو التول هتخش على السري يبقى هنا هبدأ من هنا وهملتبلاي تو في كل الصيدز يبقى انا عندي نيجاتف تو طايمس تو يبقى نيجاتف فور ليس زين تو اكس ليس زين الايه الفور وبعد كده ادنج سري تو اول صيدز لما ادي سري كل الصيدز يتحول لتو اكس بلاس الايه對了 western of the white fiance ويبقى عندي هنا 4 plus a 3 ده معناه ان عندي 2x plus 3 هتبقى greater than negative 4 plus 3 اللي هي negative 1 4 plus 3 اللي هي 7 هي يبقى greater than negative 1 وللزان ال 7 اللي هي دي طيب number 5 بيقول لي number 5 belongs to solution set of the inequality انا بيقول لك 5 يبقى لازم هيكون or equal طيب انا عندي هنا negative 5 greater than or equal negative 5 يبقى انا عندي هنا x is less than or equal 5 وعندي هنا x less than or equal negative 5 يبقى واضح ان هي ايه اللي هي طيب مسألة بحكية بيقول لي proof that root 3 belongs to solution set of the inequality اولا اجيب solution set انا عندي هنا 4 تيجي هنا وتيجي ايه وتيجي هنا بال negative يبقى انا عندي negative 2x is greater than negative 4 وللزان 6 minus 4 يبقى انا عندي negative 2x less than 2 وgreater than negative 4 هنا هندفايد over negative 2 يبقى لازم ها غير كونستيري عشان ده negative تبقى ده كده وده كده وهنا x negative 4 divided negative 2 يديني 2 2 divided negative 2 يديني negative 2 يديني negative a negative 1 يبقى انا عندي هنا الس بتاعي بي ايقوال negative 1 وكام negative 1 و2 وسنس ان الروت 3 squared equal 3 وال negative 1 squared equal 1 وال2 squared equal 4 يبقى واضح ان الروت 3 is greater than 1 ولزان ايه ولزان 4 يبقى الروت 3 is greater than 1 ولزان 4 هنقولها هكده نقول since ان الروت 3 is greater than 1 ولزان 4 يبقى الروت 3 is greater than الروت 1 ولزان ايه الروت 4 اللي هو ال ايه اللي هو ال 2 problem 11 بيقول لي if 4 7 as an interval is the solution set ايقوالت دي اعايز ال value بتاعة ال a وال b طيب احنا الحل دي عادي خالص لما احل دي ال negative 3 اوديها هنا اوديها هنا بال positive 3 يعني x is less than or equal b plus 3 and greater than or equal a plus 3 لما نيجي نقارن الحل بتاعنا بالباوندر دي انا عندي هنا solution set هتاقوال معي greater than الكلام ده يبقى انا عندي a plus 3 وكم و b plus 3 وسنسة عندي ان ال a plus 3 و b plus 3 الفور وال 7 ده معناها ان ال a plus 3 equal 4 يعني ال a هتاقوال 4 minus 3 يعني ال a equal 1 وال b و b plus 3 بتاقوال 7 يعني ال b بتاقوال 7 minus 3 يبقى زين ال b equal كام ال b equal 4 طيب اللي بعديها مديني باوندت و فيها عندي دينوميناتور يعني لازم اعمل multiply by lcm لو عندي more than دينوميناتور كان عندي هنا 5 و 5 يبقى lcm يبقى هم multiply all sides by 5 يبقى عندي هنا 5 times 1 over 5 هيبقى لازم 5 times 2x plus 1 divided 5 less than equal 1 times a 5 دي هتروح مع مين مع ديه و دي هتروح مع مين مع ديه يبقى 2x plus 1 greater than 1 1 less than a or equal mean 5 1 ده يروح هنا بالنجاتب ويروح هنا بالاية بالنجاتب يبقى 2x greater than 1-1 less than equal 5-1 يعني 2x is greater than 0 less than 4 طب ن divide over 2 يبقى x is greater than 0 over 2 2 less than 4 over 2 هي 2 2 هنا طبعا equal و دي بردو كده ايه equal طيب يبقى السلوشن سيتا عندي هتا equal ايه هتا equal معي 0 و كام و 2 طيب بمعنى كده عندي بقى زين الام الام ايقوال كام الام ايقوال زيرو والام بلاس ان اللي هي الزيرو بلاس ان هتا equal كام هتا equal 2 يعني الان ايقوال كام الان ايقوال 2 يبقى الام بزيرو والان بايه بتو طب نيجي اللي بعدي هنا نفس الكلام عندي دينيو نيتور يبقى لازم اعمل ملتبليكيشن باي الليستو كوم الملتبلز لكل الدينيو نيتور اللي عندك انا عندي هنا سري بس يبقى حمالتبلاي الالسايدز باي سري يبقى ملتبلاي اول سايدز باي السري يبقى ان عندي 5 times 3 is 15 يبقى 15 less than or equal 3 times 2x divided 3 plus 1 less than or equal 7 times 3 يبقى 21 3 لما تخش هنا على الترم ده تروح مع 3 دي يعني هعملها distribution هنا وإيه وهنا يبقى عندي 15 تنزل زمهية less than or equal هنا يبقى 2x ليه عشان سير واحت مع 3 plus 3 times 1 is 3 less than or equal 21 نودي ده مرة هنا بالنغاتيف ومرة هنا بالنغاتيف 3 يبقى 2x greater than or equal 15 minus 3 less than or equal 21 minus 3 يبقى 2x greater than or equal 12 less than or equal 18 هندفايد 2 يبقى عندي x greater than or equal 6 less than or equal mean 9 طيب يبقى عندي solution set هت equal معايا من اول 6 لحد مين لحد 9 يبقى هو عايز smallest value expression x minus 2 يبقى smallest value عندي للx is 6 يبقى زين the smallest value 4 x minus 2 حت equal 6 minus 2 which is which is 4 نيجي المسألة اللي بعد كده بروبلم 14 بيقول لي find s of the inequality x over root 3 minus root 5 greater than root 3 plus root 5 طبعا هنا هعمل multiplication هوادي ده الناحية التانية يعني هعمل multiplication by root 3 minus root 5 يروح معا هنا ويبقى لي الناحية التانية طيب هنا بقى يظهر لك السؤال المهم جدا جدا انا لما باجي عمل multiplication في بوسط number انا ما بغيرش الكونسترين طيب وقت اباوت root 3 minus root 5 احنا عندنا 5 is greater than 3 يعني معنا كده ان root 5 is greater than root 3 طب لما يكون root 5 greater than root 3 يبقى لما قولك root 3 minus root 5 يبقى المفروض ده كده كله ده عبارة عن ايه عبارة عن negative number يعني لما تيجي كده عالكالكوليتور تعمل root 3 minus root 5 يديك negative يبقى لما ايجا ودي ده الناحية التانية يبقى انا بتعامل مع negative كونتطي يبقى انا عندي يبقى الاكس المفروض لما قده ده يروح الناحية التانية لازم اغير الكونسترين ده يبقى انا عندي root 3 plus root 5 الكلام ده times root 3 minus root الا 5 طيب ده ده واضح انهم 2 root 3 squared less 3 minus a 5 يعني الاكس less than or equal ك negative 2 انا بقول لك less than or equal يبقى الس هتاقوى negative infinity و negative 2 closed وكده يبقى احنا خلصنا lesson 10 lesson 10 من الليسونز المهمة ولازم ييجي علي مسألة في الامتحان انا قصدت ان انا حل معظم الاكسرسايز عشان في مسألة مهمة كتير يا ريت تهتم جدا باللسون ده عشان برضك مستمر معك السنة الجاية والسنة اللي بعدها وبالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة